موسيقى وللمزيد حول اخر الاخبار الميدانية في ادلب وتحديدا في مطار ابو الظهور ينضم الينا في بث مباشر من هناك مراسلنا محمد الفيصل محمد هل لك ان تضعنا في صورة التطورات الميدانية حتى الساعة نعم رشا خطورة كبيرة حقيقة عانيناها خلال وصولنا الى مطار ابو الظهور العسكري حيث كان الطريق طويلا وخطرا جدا وكنا نحن اول وسيلة اعلام تصل الى صور مطار ابو الظهور العسكري يعني بداية مطار ابو الظهور العسكري مطار مهم جدا استراتيجيا وهو يعتبر من المطارات الكبيرة في سوريا حيث تبلغ مساحته حوالي 7 كيلو مترات وهو عبارة عن اكثر من 20 بلوكوس ويحتوي على عدد كبير من الطائرات الحربية ثلاثة ايام مرت على بدء المعركة بعد حوالي 6 اشهر من الحصار فرها الثوار على هذا المطار بدأوا المعركة منذ ثلاثة ايام حققوا خلالها انتصارات كبيرة وهي السيطرة على عدد من البلوكوسات واسقاط طائرة حربي وقتل عدد كبير من عناصر النظام ومنهم من الضباط ذوي الرتب الرفيعة ايضا ومقتل قائد المطار حسب ما وردنا واخبرنا هنا عناصر الجيش الحر احمد عيسى رشل المزيد من التفاصيل ينضم معنا القائد تامر احد القادة الميدانيين في معركة المطار اخ تامر لو تحدثنا عن الانتصارات التي حقتموها خلال هذه السلسة ايام في مطار ابو الظهور العسكري الاخ ثامر الزاق من ابو الظهور الحمد لله ناء بقائد لواء شهداء البادية بفضل الله ورحمة رب العالمين تم بمساعدة لواء شهداء البادية وتجمع والويت شهداء سورية وتجمع والويت والشهداء احفاد الرسول اقتحام مطار ابو الظهور العسكري وتحرير تقريبا 50% ان شاء الله منه اخذ ثلاثة بلوكوسات بالمنطقة الغربية الجنوبية واربع بلوكوسات بالمنطقة الشرقية الشمالية وتدمير دبابتين واخذ مستودع ذخيرة على الزاوية كان زاوية المطار اخذ ذخيرة من قلب المطار وحاليا تدور معارك عنيفة في قلب المطار والقارات الجوية من قبل بشار الاسد متوفدة علينا بكثرة وحتى نضرب لحتى الان حاليا نضرب بمواد سامة طيب لو تحدثنا عن قوام المطار كم عدد العناصر المتواجدين في داخله ما هي الاليات الموجودة في داخله المطار مطار حربي من المطارات الاولى في سوريا يوجد فيه اكثر من سبعمائة او ثمانمائة عسكري من خلال الانشقاغات اللي توصلنا اليها ويوجد فيه اكثر من عشرين خمسة وعشرين بلوكوس وطيران اعطوا بقسم منه في الارض قبل ان يقلع والباقي محبط بدون اقلاع طيب انت تتحدث عن امكانيات كبيرة داخل المطار هل انتم قادرون على اقتحام المطار بعتادكم وقوتكم الموجودة على الارض حاليا اخي الكريم باذن الله لا تراجع الا بتحرير هذا المطار مهما تكون النتائج ومهما تكون الاسباب والحاليا احنا في المرحلة الاخيرة ان شاء الله من تحرير مطار ابو ظهور بعون الله طيب معركة المطارات بدأت في ادلب وحلب وعدد من مناطق سورية هل كان هناك تنسيق مع باقي الكتائب على الارض سواء كان في حلب او في غير مناطق اما هي من غير تنسيق نعم اخي الكريم من فترة وجيزة تم التنسيق مع كتائب كافة الكتائب الموجودة في المحافظات السورية باختحام مطارات الموجودة في هالدولة وكان دورنا دور مطار ابو ظهور في هذه الفترة ومنذ ثلاثة ايام تقريبا تم اختحام مطار ابو ظهور وحاليا مثل ما ذكرت لك انه السيطرة تم على 50 بالمية من هذا المطار طيب يعني بعد المطار هل هناك مدة معين لانهاء المعركة او لتحرير المطار نحن متفائلين اخي الكريم ان شاء الله بساعات الغليلة او اليومين القادمين يكون المطار محرر لكن لا تراجع مهما تكون المدة المقبلة حتى تحرير هذا المطار طيب بالنسبة لعناصر النظام المتواجدين في مطار ابو ظهور العسكري هل حدثت اي حالات انشقاق في صفوف هؤلاء العناصر هل سجلتم اي حالة انشقاق وإن كان هناك حالات انشقاق كيف كنتم تتعاملون معها او تؤمنون انشقاقها اخي الكريم لحتى الان انشق يعني عدد غليل جدا ونحن نتعامل كاخوة سوريين البد ينشق عليه الامان وما انه شغل معه نوصلوا لاهل وامن المهم ما البندقية تكون في صدرنا طيب لو تحدثنا يعني عن معنويات الثوار في معركة مطار ابو ظهور والله معنوية الثوار ما اقدر اوصف لك الان كبيرة جدا يعني اغلبية الناس تريد فعل فردي للاقتحام لكن الحمد لله الساعات الغديمة في تخطيط لهذا الاقتحام الكامل لاقتحام مطار ابو ظهور نعم رشاء اذا همم عالية من الثوار واسترار على تحرير مطار ابو ظهور العسكري منذ قليل وخلال تواجدنا قام الطيران بعدة غارات جوية على المطار واستطعنا مشاهدة عمدة الدخان تتصاعد نتيجة القصف في طيران الحرب ولا تزال الاشتباكات مستمرة حتى الان وهناك ايضا قصف مدفع حتى على المكان المجاور الذي نحن موجودين فيه لذلك عودة اليك والاسادة المشاهدين نعم محمد الفيصل شكرا جزيلا لك كنت معنا مراسل اوريانت نيوز من مطار ابو ظهور